أقيم تحت رعاية سمو الفريق الروكن الشيخ ناصر بن حمداء الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الحفل الختامي لمنافسات المسابقات الرياضية الرمضانية للحرس الملكي وذلك بحضور سمو العقيد الروكن الشيخ خالد بن حمداء الخليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة وبمتابعة من سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وسمو قائد قوة الحرس الملكي الخاصة شارك في مجريات المسابقات الرياضية الرمضانية أنجال سموهما سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمداء الخليفة وسمو الشيخ فيصل بن خالد بن حمداء الخليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمداء الخليفة وسمو الشيخ عبدالله بن خالد بن حمداء الخليفة وسمو الشيخ حمدان بن ناصر بن حمداء الخليفة حيث تابع سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي المنافسات النهائية للمسابقات الرياضية الرمضانية المختلفة التي اجتملت على العديد من المسابقات الرياضية وهي البادل والكروسفيت وشد الحبل والجري التتابع وأقوى رجل الحرس الملكي والتي تهدف إلى تعزيز ورفع مستوى اللياق البدنية كما اجتملت المنافسات على المسابقات العسكرية وهي مسابقة فك وتركيب الأسلحة والتي تسهم بشكل كبير في زيادة الكفاءة العسكرية والتي جاءت بمشاركة من ضباط وأفراد الحرس الملكي والحرس النسائي بالحرس الملكية وعدد من أبناء الضباط وفي ختام المسابقات توجى سمو الفريق الروكن الشيخ ناصر بن حمدال خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الفائزين في المسابقات الرياضية الرمضانية حيث استلم كأس المسابقات الرياضية الرمضانية للحرس الملكي لعام الفين واربعة وعشرين سمو العقيد الروكن الشيخ خالد بن حمدال خليفة قائد فريق قوة الحرس الملكي الخاصة الذي حقق المركز الأول كما قام سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بتكريم المشاركين في مختلف المسابقات الرياضية الرمضانية أكد سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي على أهمية إقامة هذه المسابقات الرياضية في شهر رمضان المبارك لما لها من دور إيجابي في ضمان المحافظة على مستوى اللياقة البدنية والمضي بها نحو أعلى مستويات الكفاءة والاحتراف ومن ثم هنأ سموه الفرق الفائز بالمراكز الثلاثة الأولى معربا عن شكره للقائمين على المنافسات لحسن التنظيم كما هنأ سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي المشاركين على المستوى الرياضي المتطور الذي يمليه التنافس والحماس الذي ظهروا به خلال المنافسات الرياضية مشيدا سموه بما يتسم به رجال الحرس الملكي من ثقافة رياضية جيدة وجاهزية وروح معنوية عالية متمنيا التوفيق لباقي الفرق والمشاركين في الأنشطة الرياضية المقبلة حضر ختام المنافسات الرياضية الرمضانية للحرس الملكي الواء الروكن حمد خليفة النعيمي نائب قائد الحرس الملكي وعدد من ضباط وضباط صف وأفراد الحرس الملكي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر